أشدقائي الأعزاء صباح الأنوار صباح السرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا بمسيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخوة رأمي معين صاد واو يعني حروف متقاطعة من أحدى المحافظات مو من بغداد قالت عندي قصة قصة حقيقة يعني كلش متعبة وأذوني بيها بالتقاعد العامة الناس البيعة اللي بيعون أمام التقاعد العامة قلت لأختي أولاً أنا أشكرك على التصاليك بس أنا أريد أنا ديت يعني أحكي ويك أقول لك أم عين صاد نون وراء شلون اختاري لك فد اسم حتى أقول لك أم فلان أو فلانة قالت بكيفة قلت قلت لأصيح ليش أم علا قالت أم علا أم علا أخويا بكيفك بس رحم الله والديك أريدك تحكي لي القصة مالتي مثل ما صارت قلت لها أنا ما يهمني شي مهما يكون أنا حكي ليش القصة يعني أرويها للقصة مالتيش مثل ما أنت ترويها وأني بالخدمة إحنا الغاية من القناة هو خدمة المواطن وتسهيل أمر المواطن في بعض المعاملات الحكومة الأخت أم دعاء نقول دعاء أم منالب كي الله أم دعاء الأخت أم دعاء تقول لأحنين بأحدى المحافظات جيت يم أقربائي ببغداد قعدت الصبوح اتريقيت تقول أنا أدي ابني أمرها 6 سنين وولد أمرها 3 سنين أخذت بتي وياي أمرها 6 سنين للتقاعد تقول طلعت من البيت وقفت تكسي حسبالي 3000-4000 مثل ما أدنى بالمحافظة تقول قل لي عشرة قلت لأخويا عشرة هواية عشرة قالها والله هي هي كروتها وتعرفين المواد غالية البنزين والأدوات الاحتياطية والتائرات وظل يحتي لي قلت لأخويا ثمانية ما تصير قالها صعدي يلا تقول صعدي تويا قام يحتي أنت من يا محافظة أنت كذا أنت كذا تقول قلت لأنا عرفتش من له جتج يعني من له جمالتش عرفتش قلت من فلان محافظة أنت قرايبي قلت لأحنا قرايب شعني إيه أنت قرايبي قالت لأشلون قرايبة كاني قالها أم مناك أم من فلان محافظة قالت لأرحم الله والديك الله يحفظ الوالدة قالها والله طيتي شو عمرها توفت أوضل يحتيوا تقول أنا من نزلت الطيتة عشرة ألاف قل لي رجع لي ألفين قل لي ترى والله ما عندي ألفين يا أم دعاء تقول هو عرف اسم بتي أم دعاء قلت له قلت له يا بل ألفين قالها لا أنا ما أخليها ما أخذها راح أشوف لي فقيرة أنطيها بثواب أهلج قلت له رحم الله والديك تقوله شو رأساً كان يقول لي أم دعاء أنا راح أبقى هنا أنا أنتظريك قلت له أخويا شنو تنتظرني أعرف وقت تعرفني حتى واقف هنا أنا وتنتظرني وصيح لي أم دعاء ما أم دعاء أنا ما أعرف أك ولا تعرفني الألفين أخذها إليك حتى لا تتصدق بيها الفقير وعلى روح موتاية أخذها إليك وأله إياك تقول هاني ظليها تصافنا حقيقة يعني لا أعرف لا يعرفني شو نتشلب لها التشلبها تقول إحنا ما عدنا بمحافظتنا هي تسواق تاكسيات قلت له يا بمون كلهم سوية بيهم فضوليين بيهم زينين وبيهم مزينين على كل تقول أول ما نزلت من التاكسي عبرت الفلكة الموجودة ده طب للساحة ما للممر اللي يمشي للتقاعد لا قاني هناك أبو السمج واحد عرباني يبيع سمج شاني سيح لي قال لي أختي أختي فالدقيقة من فضلت تقول أنا حسبالي يعني يعرفني عنده شغلة يمي وقع مني شيلي دي طينية قلت له تفضل أخويا قلها عنده شغلة بالتقاعد مو قلت له إيه والله أخويا عندي شغلة بالتقاعد قلها حسبيها منتهية لا تديرين بال ولا تفكرين خلي قلبك تصافي خلي نيت تصافية وقلبك كذا وكذا وكذا أحسبيها الشغلة منتهية تقول قلت له أخويا شلون قلها أنا راح أمطيج كارت مال محامية بس محامية مو هي شي محامية نجرة وطيبة وطلع الحق يعني شون طلع الحية من الزاغور حقك مضمون مية بالمية وما تأخذ فلوسه هوية ولا تديرين بال هاي تق هذا الكارت مالتها وقللي لها أنا من قبل حج فلان أبو السمج وراح تراعيك وما يكون اللي خاطش طيب تقول قلت لأخويا رحم الله والديك وجزاك الله ألف خير تقول ماكو مشيتلي خطوتين خطوتين وإذا أبو الكرزات خال جوز ولوز وكشمش وزبيب وتين ومادي شنو تقول صاحلي قللي أختي من فضلش في الدقيقة تقول أنا هماتين أجير قلت لها تفضل أخويا أمر خدمة قلها عنديش معاملة بالتقاعد تقول قلت لأي أخويا ليش أمر خدمة قلها لدي رينبان أحس بشغلتيش خلصانة أنا عرفهم دول أهل التقاعد مو خوشة وادم ويأخرون بالناس ويخلون الناس تجي من محافظة لمحافظة راح أطيج كارت هذا مال محامي بس شون محامي ذيبا معط ذيب ذيب بمعنى كلمة ذيب يطلع لك حقي شو زيادة هماتين فروقات ما فروقات ما دل شنو إجازات ما إجازات كل شي طلع لك تقول قلت لأخويا رحم الله والديك تقول الطاني كارت هم قل يقول لي لم نفلان أبو الكارزات تقول والله ما مشيت لي يعني متر متر ونص وإذا أبو الفواكه يصيح لي طلية صافنا هساني ش أسوي كل ساعة واحد يصيح لي يعني شنو ما أعرف تقول تخبلت قلت لأتفضل أخويا أمر خدمة هم قل لي نفس الشي أنت جاي للتقاعد قلت لأيه قلها حسبي شغلتش منتهية وراح عرفتش على محامي أنطيش الكارت مالتر رجال شبير وكان قبل المحامي من ذو إلى القدماء خمسين سنة صار صار لب المحامات طلع تقاعد ومفتح لمكتب باليرموغ من أحسن المحامي وما يأخذه ويحب الناس البسطاء وراح يدير بال عليك وما يكون اللخاتش طيب وهذا الكارت مالتر تقول قلت لأخويا رحم الله والديك أخذت الكارت تقول هاني يا كارت يضطيني يا رأس أنا خليه بالجزان تقول بعدني ماذا أقول يا الله يا محمد يا علي بعدني ما أكمل وإذا أبت جبني سحلي تقول بها وقت علي أبت جبن يما مرواك فأيضا تبيع جبن تقول شاني سحلي الولد لبنية الوية المرة تشتغل ما صحت لي صحلي الولد قالها أختين بين جائل التقاعد قالت لأي والله قالها يا باخ أنت بالتولاياتنا وعلى رأسنا تقول قلت لأخويا الشرب فيك التمنيين قالها أنا من نفس المحافظة ما لتش أنت مو من فلان محافظة تقول قلت لأي قالها بتجراء ابن أنتو خوالنا لأن أمي منعدكم هاي أمي هالواك فيامي تشوفيها منعدكم تقول قلت لأهلا وسهلا خويا قال لي وين ساكنين التو بالمحافظة قلت لأ بفلان مكان قال أيها باخ والله عشنا هناك وكذا وكذا قالها حسب شغلتش منتهية وما يكون اللي خاطش طيب هم الطاني كارت وقل لي قل لي للمحامي منتخابري أنا من قبل ابن الحجي لأن الحجي ما موجود مسافر للعمرة وأني وأمي باقين هناك وهذا الكارت قل لي لأني ابن الحجي ابن الحجي الطاني الكارت تقول قلت لأ يا برحمة الله والديك تقول هنا ضجيت وتعبيت طبيت جوه للتفتيش هناك فتشونا النسوان وطبيت جوه رحت اسألت أبو الاستلامات قلت لأ هاي المعاملة وين قل لي بديتش الغرفة هناك على عيدتش اليمنى ثالث شباك تقول رحت هناك طبيت قاعد ولد شاب يعني رجال زين بالعمر متوسط وبنات اثنين تقول رحبوا بي أخذوا المعاملة قالوا لها ليش جاية تلي هنا المفروض بالتقاعد ما المحافظة هم يحلوا لشي هسا انت ليش جاية تقول قلت لأخويا هو بيدي أنا يعني أنا أعرف غير هما دزوني قال لها لدي رينبال روح استنسخين هاي الورقة وهاي الورقة وهاي الورقة والجناس ما للأطفال وجنسيتك وتعالي وما يكون اللي خاطش طيب تقول رح تلبوا الاستنسخ سلمت علي قال أهلا مسهلا يا أهلا ومرحبا بيش تفضلي قلت لها يا أدي استنسخ ما دي شنو قالها انت من فلان محافظة موق تقول هي جناس بين إذا من الناصرية أو البصرة أو الكود أو الحلة الجناسة هي تقرأ بطاقة السكن هم ماتي أنا تقول كان يقول لي أنا أمي منك أمي منك قلت لها الله يحفظك ويحفظ أمك قال أبوي أنا أبوي متزوج اثنين واحدة من محافظتكم وواحدة من بغداد قلت لها يا بخير إن شاء الله قلت لها ما أأخذ قلت لها أخويا ليش ما تأخذ هذا حقك أنت جدي سنساخك ألف 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 آخر قال أبوي والله ما أأخذ وليك ما يكون إلا خاطش طيب هذا رقم التليفون ما ألتي أي شغلة يصير عندي تتعرق المعاملتش بالتقاعد هذا رقم التليفون تصل بي وحسب شغلتش منتهي على وتن على ذلك هذا كارت مع المحامية ستة فلانة هاي محامية مرة شبيرة وقديمة بالقضاء وتعرف كل شي تعرف تعرف درابين التقاعد دربونا دربونا لأن دول اللي بالتقاعد فد ناس يعني شغل اللي شعليهم رب الكلاوات تقول قلت له لا والله شو زينين المراجعة أنا راجعتهم اليوم الصبح رحبوا بي وأخلاقهم زينة قال له يا بابها هاي شي تتصدقين بيهم تقول أنا رحت والله خلصت معاملتي تقول أنا الشي اللي أعيدك تحكي استغربت ما موجودة قد نب المحافظة هي شي أولا أبو التاكسي يتدخل بشؤون الراكب اللي يركب هاي وحدة الشي الثاني يعني أبو السماش أبو العدس أبو الفاكهة أبو السماش أبو الجبن شنو خلين عدهم كارتات ما المحامين يوزعون العرض حال شي صحلك تعالي اختي تعالي شعديك يعني عيب عيب أنت تكتب عراير أنت تكتب طلبات عندك عيب تصيح لي أنا ما أعرفك وليدك أنت بعد تكمل والله يا أخت العزيزة غير ما ديش أقول لك أنا هماتي أنا بنفس الوقت أسأل يعني الويش الويش هاي الأسئلة وبعدين الويش ده نخلي محامي للتقاعد إذا المعاملة مستوفية الشروط القانونية بعد ما كدعي وإذا ما مستوفية الشروط الموظف الموظف الإنسان الطيب أو الموظف وتقول للمواطن جيب فلان شي وفلان شي وفلان شي الجناسي الهويات بطاقة السكن كذا كذا يجيب هنا وها هي بعد ما كدعي تخلون محامي يراجع يراجع التقاعد أو معقب معقب إلوش تخلون معقب أو محامي يراجع للتقاعد المفروض ذولين منعون لشي التقاعد تظلم الناس حتى نخلي محامي يدافع عن المتقاعد مو هي هاي هنا القهر هذا القهر هنا القهر يا أخوان إلا إذا كانوا متعمدين بالتقاعد يظلمون المواطن حتى يجي المحامي يدافع أنه وإلا هو الموظف بالتقاعد ما إلى عداء ما إلى عداء وي المتقاعد حتى يعني مثل ما تقولون يعادي أو يعرق المعاملة معاملة تمشي أصول ثيابية يعني جيب فلان شي وفلان شي شون المستمسكات المطلوبة يجي بواية نتمنى يعني نتمنى أن الدولة تدخل الأجهزة الأمنية تدخل على المعقبين المعقبين اللي بدوائر الدولة وعلى المحامين بعض المحامين الفضوليين وذول البعض المتجاولين يم التقاعد شوية تقدبهم أو تمنعهم ما تخليهم يوقفون هنا حقيقة هاي مو قطع رزق لا والله مو قطع رزق جوج واحد يقول كنت دا تقدر رزقهم لا والله مو قطع رزقهم ماكو داعي أبو الجبن يدخل بالتقاعد وأبو الهامبرغر وأبو الداطلي وأبو ما دمنه ما يصير يا أخوان يسعد صباحكم صباح الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة اكتبوا آراءكم واقتراحاتكم واشتركوا بقناتنا وفعلوا جرس الاشتراك وسامحونا أخواني على إطالة الحديث ومع ألف سلامة